موسيقى في خضم استحقاقين مالي وصحي شن رئيس مجلس المزراء حسان دياب حملة عنيفة غير مسبوقة على منتقده متحدثا عن أوركسترا تعمل ضد لبنان فهل هذا استباق لفشل متوقع في حل الأزمة الاقتصادية؟ في أي حال صندوق النقد الدولي قدم استشارة تقنية ولكن الصندوق يرى أن لا حل جزئيا بل الحل لا يكون إلا متكاملا ويبدأ بسلة إصلاحات فهل في إمكاننا بعد إبعاد كأس صندوق النقد؟ المجتمع الدولي يترقب ما ستقوم به الحكومة وقد أبدى كل من فرنسا والاتحاد الأوروبي استعدادات إيجابية شرط الإصلاح ولكن أن لنا تحقيق هذا الإصلاح ما هي الحلول للكهرباء والنفايات والتهرب الضريبي والجمركي والتهريب وكل منظومة الفساد والهدر؟ وهل في إمكاني الحكومة الحالية القيام بكل ذلك؟ أهلا وسهلا فيك أستاذ سامير سكاف في صوت لبنان مرة جديدة قبل شوي سمعنا قرارات مجلس الوزراء تناولت موضوعين بشكل موضوع الكورونا وكلفت شركتين استشاريتين ولكن الكلام اللي حكيه رئيس الحكومة ببداية الجلسة واللي نقلته وزيئة الإعلام كان في حملة كتير عنيفة على اللي عم ينتقد الحكومة بيتهموا أنه عاملين أوركسترا عم بتحاول تعرق العمل للحكومة أو إلى ما ذلك شو رأيك بهالكلام؟ أول شيء نحن بنعتبر أنه إذا بسمع لحالة أحكي كسائر من هالشباب الثورة بقدر إليك أنه هذا الموضوع ما بيخصنا نحن بالنسبة لإلنا من الثانية الأولى لا ثقة بهذه الحكومة الحكومة مرفوضة لا تعاون هذه حكومة بالنسبة لإلنا حكومة لوعد الكاذب وعدونا من أول لحظة أنه بدون يجيبونا حكومة مستقلة كذبوا علينا من أول دقيقة فما حدا ينطر منا أنه نحن نعومه أو نجي نعطيه فرصة وكذا لأنه هذه الفرصة تعطى لناس بيبقوا بدون يشتغلوا بطريقة منهجية بدون يغيروا الأداء السياسي ما بترجع تجي بيجي الوكيل مطرح الأصيل وبيجوا الجامعات يلي كذبوا علينا على مدة 30 سنة سلطة الأمراض المزمنة إذا فيني سميها هالمرض المزمن يلي هو أهل السلطة أحزاب السلطة يجوا يقولولنا اليوم أنه اليوم وعيه مش عارفين قداش فيما صارت هالربيت مش عارفين أنه في ناس بيقولنا 28 مليار هالربيت في ناس بيقولنا 6 مليار نحن ما بنعرف الرقم المزبوط هني ما بيعرفوا الرقم المزبوط والأسوأ من هيك أنه سمعنا أنه فخيمة الرئيس ما بيعرف الرقم المزبوط يعني أنا ما بعرف شو بيصير الاجتماعات ببعبدة بين فخيمة الرئيس وبين حاكم مصرف البنان اجتماعات المليئة رياض سلامة وقت اللي بيطلع يزوروا عن شو بيحكوا شو الأسئلة اللي بيسألوا إياها كيف ما معنوا خبر إديش تهرب مصاري كيف ما معنوا خبر مين هرب مصاري كيف إخر شي بيطلع كلنا مثل الزوج المخدوع في كتير إشي عم بتصير على ظهر المواطن على حساب المواطن من أجل تفئير المواطن هذه الحكومة حكومة الرئيس حسان دياب هي حكومة معاقبة الفقراء ما حدا يجي إلنا اليوم إنه هذه الحكومة بدت تجي تعالج مواضيع الفقراء لأنه بتشكيل الحكومة بأساس تشكيل الحكومة لو إنه رحنا باتجاه خيار ناس مستقلين وما يقولولنا ما فيه مستقلين والأخريه بالبلد لا المستقلين فيه ناس كانت بالأحزاب السياسية وطلعت من هالتجربة هاي دي وراحت على التجارب مستقلة مش صحيح إنه نحنا يا بدك تكون مع الرئيس سعد الحريري أو مع السيد حسن نصر الله أو مع الرئيس عون أو بعد الدكتور جعجال وإلى هنا أو أنت ما بتسوى يعني يعني مش صحيح الحكي يعني فيه واحد يسافر ع بلاد برة وبيلاقي إنه كلهم عايشين من من دون هاي الطبقة السياسية يعني كيف عاملين بفرنسا عايشين من دون الطبقة السياسية بلبنان كيف عايشين بأمريكا من دون الطبقة السياسية بلبنان فهي يعني أمر مؤسف إنه كأنه إنه ما بدهم كانوا يعني يجيبوا عمليا حكومة مستقلين ولكن حطوا وجوه مستقلة وجوه مستقلة بخلفية يعني بالنهاية هي كباش كان بين الشارع والسلطة المشكلة لما نحنا 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 هني هني مش بين يعني نحنا ما بنعتبر إنه الكباش كان بيننا وبين السلطة الكباش بين السلطة وبين أهل بين أهلة بين الناس العاديين نعم بين الناس بين الناس العاديين يعني أنت وقت بتروحي لعند هاودي الناس وبتقيل لهم أنت حروق حالك مثل اليوم بأحد لبنوكي كرمال المصاري تابعولك نحنا بدنا نشحدك مصرياتك بالبونك أنت تعبت 45 سنة وحطيت مصرياتك بالبونك ونحنا بدنا نشحدك مصرياتك أنت عم تعمل المودع شحاد عم تعمل المواطن اللبناني شحاد أنت عم بتخلي اللبناني يموت كرمال منقوشي لك يا عاي بالشوم على الطبقة السياسية هاو دي بالدنيانا نتعاون معهم نحنا ما بدنا نتعاون معهم وعلما علما ستقلان انه نحنا بنعرف نحل المشاكل يعني نحنا مش عم نجي نقوله ان ما بدنا نتعاون معكم هل احنا نحكي معك شو البدائل بس استيه سامير سكاف يعني اليوم اوكي صار فيه من 17-20 تحرك بالشارع كبير الى اخير اخذ اشكال اشكال طالب بحكومة مستقلة بانتخابات مبكرة وصلنا لمرحلة انه عمله حكومة غير مستقلة يعني بالشكل فيه اسماء تكنقراط ولكن هي غير مستقلة طيب يعني ما حققت اذا بدك الشارع اول مطلب ليش هلأ فيه هدوء هل بعد قادر الشارع يضغط يضغط لا يجيب حكومة مستقلة او اتجاوزنا هالمرحلة في كتير ناس حتى من شباب يعني في ناس شوية بقولوا طيب انه يعني بعدهم اقوى في شباب اكيد هن قوية احنا ما عم نستقل فيهم المشكلة انه هن مستقلين فينا نحنا مش مستقلين فيهم نحنا عارفين نحنا عم ناضل سرنا سنين وفي مننا عشرات سنين عم بناضل مشين نوصل لهاللحظة هاي دي مش صحيح نحنا مستقلين فيهم نحنا عارفين قداش هن مشلشين وفيتين جزورهم بالارض وصعب انه نقبعهم من مطارحهم نحنا عارفين وهيدا الموضوع لكن نحنا يلي عم نعمله ويمكن حتى مرات اصدقائي بالثورة مرات بنعمل هيكي من خاف من عم الحالة هلع انه هل مرة ننزل ناس اقل بكرة بنزل ناس اكتر كيفين ننزل للناس انا من الاساس وقلتها يمكن بكتير مقابلات تلفزيونية وكذا ولا مرة ان احنا دايما بفاتشوا منه قائد الثورة قائد الثورة واجع الناس واجع الناس واجع الناس قائد الثورة الناس اذا حست حالة مش كتير موجوعة رح تشوي صغير يتخفف اليوم بتاخد شوية نفس اخد شوية نفس اليوم بس بكرة اي شرارة بتصير يعني عم نحكي مثلا بالموضوع الاقتصادي طبعا طبعا يعني اليوم اليوم مثلا مش مسترجين ياخدوا اي اي اراضي مية بالمية يعني اليوم هني المشكلة انه البنك الدولي يعطينا مصاري ولا المشكلة هي شروط اللي بدي حط علينا البنك الدولي اذا كنا رحنا صوب تفي اه عالي ما بعرف قداش نسبتها ستعاش عشرين بالمية ما بعرف في ناس عم بقولوا ستعاش تقريبا اذا رحنا صوب زيادة صفيحة البنزين خمس طلاق مثلا ما بعرف اذا الارقام دقيقة بس هل نحنا قادرين بعد هلأ سعر بنحكي عن صندوق النقد الدولي اللي كان فيه وفد منه باللبنان وعمل يعني عدد من اللقاءات طيب نحنا قادرين بعد ما وصلونا لالو نهرب من صندوق النقد الدولي انا بتعرف يا ستنا عم بيجربوا يقولوا لنا انه او اي اجراءات بتشبهوا انا بدي ارجع اركز على الاساس هني عم بيجربوا يفهمونا انه المشكلة مالية نحنا بالنسبة لقلنا المشكلة السياسية هيدا الطبقة السياسية مش ممكن تعمل اصلاح ما فيه هل بدنا نوجع يعني مرات اذا حدا موجوع اذا كان حدا مريض بيعملوله عملية ومرات العملية بتوجع اكتر يعني نحنا بدنا نوجع تنشيل الطبقة السياسية تحتى يصير في اصلاح مش ممكن الاصلاح بيظل وجود هيدا الطبقة السياسية عم نضيع وقتنا عم نضيع وقتنا جمهورنا سنين طويلة لقدام يعني إذا ما تعلمنا من 30 سنة الماضيين ومن السنين اللي قبلها منكون رايحين على 20-30 سنة أوجاع إضافية إذا ما رحنا صوب استقصال المرض يلي خليني يقولك أنا ما بدي يروح بشكل عدائي ضد الأشخاص نحن بدنا نغير أداء السلطة تغيير أداء السلطة بده يقطع بتغيير الوجوه نحن اليوم ما حققته شيء بالثورة نحن لدينا هالحكومة الموجودة اليوم لدينا هالحكومة طبعا نحن مع اسقاطة بالشارع بس هلأ موجودة باقي نحن ضدها هي باقي تصطفل نحن ضدها ونحن رح نعمل كل جهدنا من أجل اسقاط هذه الحكومة لأنه ما فيها تعمل شيء غير أنها تعائب الفؤرة هلأ عنده قرار بخصوص الدين استحقاق الدين بأدار يعني ما فيه إشياء ما فيها تهرب منها بالنهاية بدأت تاخد قرار بتسع أدار عم تتشاور هلأ وكلفت شركتين استشاريتين بما معناه إنه إذا هالحكومة مستمرة بالشهر شهرين ثلاثة رح تواجه أمور اقتصادية ما رح تقدر تهرب منها يعني أنا رح إليك هيك شو بدأت أعمل أنا رح إليك إياها بشكل نكتي يعني نعم عنده ثلاث حلول الحكومة هايدي المر العلقن أو الوذابي يعني يعني يبدون يشلفتوا هني والناس يبدون ياخدوا خيارات مرة للأسف يعني وقت توصلينا أنت لمرحلة إلى هل أدي سيئة بالآخر بتقيل لنا إيه بس هلأ شو بنا نعمل إيه هلأ نحنا يمكن يمكن فيه إشي كتير تأخرت بس أنا بقلك لو شو ما عملوا هلأ ما رح يقدروا يطلعوا من المأزق اللي يفوتونا فيه فيه مصاري راحت لبرة يخي يجيبوا المصاري بتكون جيبوا المصاري من برة بتكون ترجع يا أما أنا ما بني خبير مالي ما رح تجيبوا المصاري من برة ما بدي نجيبوا المصاري من برة بدوا يفوتوا بالحات من هلأ عم يقولك بدون يفوتوا بالحات بدون يسقطوا بالشارع ما يقولوا بعدين نحنا عم نهول عليهم أو نحنا نحنا أكيد ما بدا نتعاون معهم يا عمي أنتوا كذبتوا علينا مش نحنا حطيناكم بهذا الموقف أنت يا رئيس حسان دياب جيت قلت لنا بدي أعملكم حكومة مستقلة أنت يا فخيمة الرئيس قلت لنا رح نعمل حكومة ترضي الشارع هاي الحكومة اللي لا ترضينا كذبتوا علينا هاي الحكومة اللي غير مستقلة فما يجي يقولوا أنه نحنا اللي عم نرفض نتعاون وإلى آخره بقولنا أنتوا ما جيتوا وفوتوا معنا كتار منا نحنا أشخاص معروفين عم نشتغل بالشأن العام بالجمعيات بالمجتمع المدني بالمجموعات السياسية لسنين طويلة قدمنا حلول كتير يعني هلأ منرجع منحكي شوية صغيرة بشكل مفصل بس ما يجي يقولوا لنا أنتوا ما جيتوا وفوتوا يا خي نحنا بدنا خمس مطالب الخمس مطالب بعضهم هني ذاتهم قبل هاي الحكومة ما بدهم مفاوضات ما بدهم مفاوضات يا خي خليني قلوا لنا يعني إذا بدك كان ممكن نفاوض إذا أجوا قالوا لنا هاي الخمس مطالب منقبل فيهم من هون وراي منفاوض يعني مثلا إلا أنهم حكومة مستقلة انتخابات نيابية مبكرة قضاء مستقل معالجة الوضع المالي وقف النهب الجاري لأنه هيدا يمكن مرات كتير عم ننساه واستعادة الأموال المنهوبة الأساس هو وقف النهب الجاري وهون قد ما بدي فينا نحكي كمان من بيناتهم قصص الموضوع المالي يعني يلي عم بيصير هلأ من بيناتهم يلي عم تعملوا شركتين ألفة وتتش يلي خاربين الدنيا من بيناتهم فواتير الكهرباء المالتي فواتير كهرباء هلأ لو اجت حكومة انا افطرت في حكومة مستقلة وعندها سقة بالمجتمع الدولي واسق فيها ولكن احنا وقعنا في المطب المالي فيه اجراءات يعني صارت شبح حتمية بدأت اتاخد كضرائب لا 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 أبدا مش تجيش صحيح لأنه استعادة الأموال المنهوبة مش به هالسهولة وبهالسرعة أول شيء حتى لأنه نجيب مصاري مثلا فيه ضرائب مظبوط بس مش على الفقير مين قال أنه الضرائب لازم تكون على الفقير يعني إذا حطينا ضرائب على على أصحاب المصارف وكبار المودعين مثلا فينا نقول ساعة ضرائب بس لاش بدأت تروح الضرائب على الفقير لاش بدأت نروح على الضريبي بالطال كل ناس فقير كل ناس كل ناس فقرة بالشارع اليوم في حجم لأول مرة لأول مرة من أول الحرب من شوف ولاد كان يجوا يدقوا على السيارة يطلبوا مننا بدون مصاري هلأ بيدقوا على السيارة بيطلبوا مننا بدون يأكلوا هيدا تحول مخيف بمجتمعنا مخيف هيدا هيدا فيه مؤشر كتير كم واحد مننا اليوم بيطلع مصاري اللي عم بيشتغل عم بيأطوه كل ما عاشه أو غالبيتنا نحنا بلا شغل بلا انتاجي بلا كنا بالأول نستحي إذا كنا معهم نطلع مصاري صارنا مثلا مثل غيرنا منقول ولا معهم نطلع ولا فرانك الحجم الغلاء اديش اليوم بالسوبرماركات وبالمحلات الأدرة الشرائية طبع الناس إذا كان مثلا واحد عنده معاش والأدرة الشرائية عادية نزل نص معاشه للنص والأدرة الشرائية خفت للنص يعني قدرته الشرائية فعليا نزلت للربع وقتنا نشوف الدولار كيف دوبال سعره بعدين ليش حدا يقلنا بهيد الحكومة فيه خبير اتصادي فيه وزير مالي فيه خبراء قبل منهم لاش بثلاثين سنين وبثلاثة أربعة سنين بالعهد ما قالولنا انه هيدا الدولار مثلا ما فيوني هدوه أكتر من هيك بدي أقل لك مين بيضمن اليوم مين بيضمن اليوم انه سعر الدولار ما يطير يطير بدون محط سقف وين هو السقف شو السقف شو الضمانة إذا كنا نحنا بحالة عرض وطلب يعني وضعنا بحالة مأساوية بموضوع انه قداش سعر صرف الدولار وين ممكن يصير كل مرة بيقولوا ايه انتوا kg يتخوفوا الناس انا عم خوف الناس او اللي مثلي عم بيخوف الناس ولا الواقع روحوا عم بالصرفين شوفوا معقولة كيف يعني عن بتعايشوا ببلد كيف حكومة بتتعايش ببلد في سعرين لصرف الدولار مم كيف يعني وبعدين في أكتر من سعرين في السعر معلن اه في سعر على السعر وفي سعر على السعر وفي سعر سابت في تقريبا بالقليل في ثلاث اسعار للدولار فعليين كيف يا هيدا 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 نحنا عايشين بظروف طبيعية نحنا عايشين بظروف طبيعية بالدنيانة نحنا نتصرف معهم انه اعطونا فرصة لانه الوضع عاطل نحنا اعطيناكم فرصة بس المستمع الدولي عطيهم شوية فرصة اذا بتلاحظ من وين من وين حدا يقلنا من وين وين شفنا وين شفنا نحنا لحد كل التصريح الدولية بتقول بارح فرنسا وزير المال الفرنسي حتى السعودية يعبون مستعدين للمساعدة وللنظر في الخيارات من ضمنه طرحوا صندوق النقد انه ممكن نروح على صندوق النقد بس دايما بيحكوا اصلاحات حتى السعودية بتحكي اصلاحات طب هالحكومة ما فيها تعمل اي نوع من انواع الاصلاحات يعني الكرمال هن يحافظوا على وجودهم يعني ازما ما نقعد محلهم يعني اصلاحاتهم يعملوا اصلاحات ولا لا برجع بقليك الاصلاحات التي تطال الفقراء لن تمر لن تمر اذا هن بيفكروا انه بيقدروا يطلعوا التفقاء ويدلوا بكراسيهم بيكونوا غلطانين واكتر من هيك بدي اقولك انا ماني عم حذرهم ماني ما فيه قرار من الشباب يعني هيدا هيدا جو الشارع هيدا جو الشارع طبعا هيدا جو الشارع ما فيهن يفترضوا انه رح يدلوا بمطرحهم ببيوتهم بكراسيهم ما فيهن يفترضوا هيك طب كيف هننا نعمل انا فطريد هلأ اليوم عنا نحنا خيار نطرح خطة اليوم هوني فيه حكومة اخرى شو الطريق الممكن تتبعوا غير فرد نوع من الضرائب القطاع العام اليوم الكبير عم ينحكي انه لازم يصير فيه اصلاح يتزغر فيه كتير اصلاحات كتيري هلأ يمكن يقولوا ايه ما معنا وقت نعملها هيدا الاصلاحات يعني مثلا عنده خمس سليف واحد الشي سريع بدنا نبتو بالاول الشي السريع اللي بده ينبت انه بده هاو دي يتغيروا هيدا هلأ هني مش مقتنعين معنا هني مقتنعين انه هني بيجربوا يعملوا جربوا بس نحنا من هلأ عم نقللهم النتيجة منا صدفة منا اكتشاف منا تنبؤ عم نقللهم انه اخدين البلد طيفة وطوبة الحياة مش تنبؤ هيدا هيدا الوقت هك هني عاملين نحنا بدنا كناس بيقدروا ياخدوا السيئة الدولية تيعطونا فترة سماح بانه نقدر نعمل اصلاحات واحد منهم انه نسترد اموالنا من برا نعيد رسمة لتلبنوكي حتى كمية كبيرة من الكاش الاموال اللي خرجت الاموال اللي خرجت الاموال اللي خرجت بالاضافة الى وقف النهب الجاري نحنا كل يوم عم ننهب يعني اذا عطيت مثل انا شركتين الفا وتاتش نحنا الناس عاديين نحنا الناس عاديين نحنا بيجينا بندفع حق بيدفعونا حق الوقت يعني منشرج وقت منشرج ايام نحنا بيدفعونا حق الثانية يعني الثانية دقيقة الفواتير طبعنا بالكهرباء بالموتور هلأ هاي دي ارقام طبيعية نحنا عم ندفعها نحنا عم ندفع كل شغلة ثلاث اربع مرات نحنا بنشتري ماء وهي والدنيا عم بتشتي هاي ده كله فينا نصلحه فينا نصلحه فورا فورا عنا امكانية انا صرت اي لعدة مرات عنا امكانية نصلح الكهرباء بس ما في حدا بديو يسمع نطرح نحنا وياك يعني الخطط او الحلول الممكنة خليني احكيكي انا يمكن عموضوع الكهرباء التحليل نعم يعني هو لانه بشكل احد اهم ابواب النزف الكهرباء قدرين نجيبها بلبنان من دون مصاري كانوا عن نحكي هنه شي سحر مش سحر مش سحر نحنا رايحين بطريقة بطريقة شغل اقتصادية بشكل عام وكهربائية بشكل خاص يعني يلي بيزبط على الكهرباء بيزبط على الاقتصاد كله انه نحنا حتى لمن يدعون المقاومة يلي هني ابدا ما عم بيشتغلوا انه حتى نعمل امن غزائي امن كهربائي امن كذا الاخيري بس فقط انه القصة قصة اداش معك سلاح لا لا نحنا ما عنا امن مائي ما عنا امن غزائي ما عنا امن بيئي كل هيدا الامن غير موجود راح اخد مثل الكهرباء حتى وضع شو عامل بسنة 96 اعتدت علينا اسرائيل نتيجة الاعتداء الاسرائيلي كان تدمير معامل الكهرباء في لبنان نعم صحيح سنة 2006 اعتدت علينا اسرائيل نتيجة الاعتداء الاسرائيلي كانت تدمير معامل الكهرباء في لبنان يعني ما تواخزيني وبدأ اعتذر على الكلمة هل نحنا هل قد اغبية تنرجع نعمل ازاي طريقة المعامل تالت مرة بعد تدميرها مرتين ورا بعضهم نحن عنا طريق التفكير مختلفة بهيدا الموضوع اي معمل بنعمله ومش قادرين نحميه بيكون طريقة شغل غلط فاذا نحن بحاجة لنحن بدنا نجيب الكهرباء وبدنا نقدر نحميها من التدمير من امكانية تدميرها او من سهولة تدميرها خليني اقول اذا ما فينا نمنع الاعتداء انه يدمرها بالكامل ايه طبعا كل حساب هذا اللي بدنا نحكيه هي طريقة التفكير اللي عم بيقولك ايها غير موجودة عند الاقتصاديين بلبنان ما فينا نفكر اقتصاد اذا ما فينا نحمي اقتصادنا ما فينا لانه طريقة الشغل الاقتصادية ستنا عم بيحكوا اقتصاد كأنه نحن عايشين بابرس باليونان بالاردن بس مش بلبنان نحن عجبنا او ما عجبنا بدنا او ما بدنا نحن دولة مواجهة مع اسرائيل ومنكون دولة مواجهة كل 10 سنين 15 سنين عنا حرب عنا اعتداء اسرائيلي بالقليل علينا مشكلة مش هون مش مشكلة مش هون مشكلة انه عم تكلفنا الكهرباء كل سنين بس نحن عم نقول انه وهي دي تضاف الى السنتين نحن قادرين بالخطة طبعنا اللي رح قلك يا هلا نشيل المليارين دولار هاي اول شغلة والتاني شغلة نحمي نحمي كهربتنا وراح قلك بكم كلمة رؤوس اقلام يلي انا عم بحكيه اولا لمركزية الكهرباء ما عم بحكيه متل كهرباء تزحلي مثل ما بقولولي لان انا منزحلي بقولولي انه متل كهرباء تزحلي كهرباء تزحلي كويسة مثل ما كانت عم تشتغل بس مش هيدا المقصود لا هلا بما اني انا شخص بيئي ومعروف بلبنان بيئيا والاخري بقولي ايه بس الموتيرات بتلوس ايه بس نحن باللا مركزية خلينا نعتمد على الموتور اليوم بشكل غير ملوس يعني ما نحط له اشيه حتى ما يكون ملوس فلترات وغيره لكن اذا جينا اخدنا الموتورات وعم باللا مركزية طبعا عملنا شي اسمه شركات بلدية الشركات البلدية هي تدير الموتورات مش اصحاب الموتورات يعني ما بتصير منبدو لشوي صغيري كأنه شركة كهرباء الموتورات بتصير هي الاساس الموتورات بتصير هي اساس شركة كهرباء بتعتمد الي يعني كمان على طريقة الموتور نحن عم نقول بنعمل لمركزية كهرباء لمركزية الكهرباء بتكون موزعة بكل اتحاد بلديات بالبلديات الكبيرة بتجمع بلديات ببعض المناطق بيكون عنا موطيرات صغيرة بدنا نعمل إنتاج بوحدات صغيرة هالإنتاج بوحدات صغيرة بيكون في سهولة لحيميته ما بيكون معرض للضرب مثل معمال كبير متواخزيني صاروخ بيجي بيدمرنا وبيردنا عشر عشرين سنة لورا وبس يردونا لورا هيدا مثل ما حكيت قبل شوي انه كمان هيدا بيخلي انه بتوزع التلوص بصير موزع هلأ في فلترات لهيدا الموضوع بعدين نحن هيدا الموضوع موجود فلترات مزبوط اكيد فينا نعمل فلترات موجودة مزبوطة هاي واحد اتنين نحنا عم نقول هيدا شي موجود ما عم نخترع نحنا شي جديد يعني ما عم نجي نقول لهم هيدا نفوض بطريقة ما منعرف شو هي كزا عم نقول في شي موجود خلينا نحوله لشي فعال لشي ما يدفع الدولة المصارية لانه اذا عملنا الشركات البلدية ما بيقود الموازنة المليارين دولار على حساب الموازنة العامة بيصير هيدا الموازنة محصورة بلديا وبيصير حتى يلي نحنا عم نطرحه بفكرة الشركات البلدية هي انه المالكين هن يكون السكان بالنطاق البلدي ومش المجلس البلدي ساعته ما فيك تشرج عليهم عن ناس مصاري نوع من خص مش خص خص هي بس نوع من برجع بقول انه احنا معنا السيستان باللبنان شركات بلدية عم سميه انا بتكون هايدي على مستوى صغير ما بيقود في كلفة على المواطنة بتنزل كلفة هلا اكيد بتكون اكتر كلفة من الشركات الكبيرة من المعامل الكبيرة ولكن منكون احنا قدرنا نأمن هالمليارين دولار شلناهم شلناهم عن الموازنة من مال ورجعنا من تاني مال قدرنا نحميهم وهيدي النقطة التانية اللي هني مش قادرين يأمنوها بولا طريقة بولا خطة من الخطة اللي عرضوها علينا من 12-13 سنة الى هلا مش قادرين يحموها مش اكتر من اللي عم ندفعه اليوم مش اكتر كلفة لانشاء بالبداية لا لا ما لا كلفة ما الموترات موجودين اذا اجت البلديات اليوم اشتريت الموترات الموجودة بلديات بالاحياء وبكذا وصار فيها الشركة البلدية اول شي ما بيقود فيه استنسابية بوضع الاسعار وبالكلفة وبكذا وبيصير فيه ادارة جيدة لالهم وبيكون فيه رقار وخاصة عم برجع ركز انه هاو دي بيكونوا ملك الناس مش ملك يعني اذا صار فيه ارباح بيربحوا الناس وما فيه خسارات يعني هني الشعب موجود والناس موجودين فاذا نحن عم نطرح وبشكل موازن منفوت على كل ما هو الانتاج الكهرباء على الطاقة المتجددة خاصة جداول المياه اللي هي الاقل تلويسا بالعالم يعني اذا 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 زمان طقافية ماي يعني فممكن نستفيد كل جداول المياه يعني كل نحن كل هالمنحدرات عنا مش بس انهار حتى المنحدرات العادية يعني بيكون في عندك انت ودي صغير وبتنازل الماء على مدة شهرين ثلاثة من راسه لكعبه هو نازل بيصير يعمل لك كهرباء بس بالجازبية هيدا نحن فينا نستفيد عنا بلبنان اكتر من الفين جدول المياه والبدي اقليك يا انه هيدا موجود بوزارة الطاقة احنا مش عم نخترعه موجودة هيدا دراسة بوزارة الطاقة والمياه قصة الدراسة عن الكهرباء على جداول المياه مش اختراعة من اقلهم هني ما بيروحوا صوب هيدا الخيارات يلي هي موجودة عندهم بعدين عنا الكهرباء على الطاقة الشمسية يلي هيدا هيدا انتاج هائل جدا جدا عندنا ياه بعدين عنا انتاج الكهرباء على الهوى يلي صار مبلشين فيه من عدة سنين يعني قداش بلبنان هولي هوا بكفونا هو تشكل فتن يعني هوا بكفو ما بيكفو ما بيكفو ما بيكفونا شي لانه نحنا هوني مع مع انه نفوت القطاع الخاص انه هو ينتج مش انهاك نحنا عم نقلهم باللي نحنا عم نقرضه منوفر المليارين دولار وبصير بصير القطاع منتج ومربح على الناس طيب استاذ سامير سكيف هيدا اول يعني نقطة من النقاط الثلاثة اللي هي اساسية عم تسبب عجز للدولة في عنا النقطة التانية هي القطاع العام صحيح؟ طبعا طيب قطاع العام مطلوب يعني دوليا ومن صندوق النقد ومن كل الجهات اللي عم تبدأ اصلاح انه هيدا القطاع العام كتير كبير فيه اشياء مش مزبوطة تقديمات فيه فيه ناس ما بيشتغلوا فيه 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 بده اعادة هيكلي شو طرح يكون لموضوع القطاع العام؟ صحيح نحنا من زمان طرحين اعادة هيكلي يعني اول شي بديك ترشيد فيه ترشيد فيه نحنا نحنا عنا بتروح تتعمل معاملة ادارية بتموت وما بتخلص المعاملة ادارية بدي اقلك شي مثلا محزن ومقلم يعني اليوم عفوا عم يحكي كان وزير الاقتصاد انه فيه بس مئة مرائب بوزاعة الاقتصاد بينما منلاحظ باماكن تانية فيه موظفين فائد طيب ما هذا اللي نحنا طرحينه انه انتوا خدوا يا خي هذا الفائد بالمطرح عملوله تدريب تأهيل وحطوه بمطرح فيه نواقس يعني بذات الوقت يلي بيقولولنا فيه انه عنا فائد هائل جدا هائل جدا يعني اللي منحنا بنسمعه انه فيه حوالي 300 الف موظف بين متعاقد وبين سابط والاخرية وانه الحاجة هي لعشر عشرين بالمية منهم فقط يعني حجم القطاع العام كتير كبير بالنسبة لليد العاملة باللبنان 100 بالمية يزر على الدول كلها وهيدا وبرجع بقول هيدا قرار سياسي هيدا التكبير هيدا اجاب بسبب سوء الادارة السياسية تنفيعات لا بس هيدا ارار سياسي يعني هون فيه ارار سياسي مش انهي كبير جعبقول هيدا اصلاحها ما حنقدر نشيل زلمة فلان وعلتان اذا بقيت هالطبقة السياسية موجودة لانه زلمة هيدا ما فيك تمد ايدك علاها ولا فيه وبالدليل بالدليل اذا هني اجمعوا انه هوا الخمس تلاف اخر خمس تلاف فاتوا يلي كان لياتهم قالوا لنا انه هوا هيدا مطل ولانه ببلش فيهم بقلك انا معناتها هني جماعة ما تواخذيني للأسف بس بديكون قاسي شوية صغيري لانه هيا الحقيقة هني كزبين هني كزبين انتوا بدكن انتوا تفرجونا ببلشوا بها الخمس تلاف ببلشوا بها الخمس تلاف وقال انت بداك تجي تقلي انه نحنا في عنا استعادة اموال منهوبة استعيدوا فرانك استعيدوا فرانك مش استعيدوا مليارات استعيدوا فرانك قلولنا في هيدا هوني هيدا البنك هرّب عشر مليون دولار وهودي بس استعبنهم فرجونا فرجونا شي مثل ما انه عملته وزارة فساد ما لقيته ولا فاسد ما لقيته انه ولا واحد حبستو يعني هاشو عم بتكذبه عمين عم بتكذبه هاي القصص بدون يعرفوا هني هلأ انتم منفعلين كذا لأ هاي القصص ما بقى تمروا على المواطن ما بقى تمروا على الناس ونحنا ما بقى نمرأة نحنا ما راح نفاود هاي القصص ببقى تمروا فرجونا عملوا إثباتات غصباً عننا عملوا إصلاح غصباً عننا فرجونا إنه فيه أموال راحت لبرة جبتوها فرجونا بس إنه بس هاي دي أحزاب مخلونة أحزاب سبتنا هوا أحزاب مخلونة هل تعرفت كيف؟ إنه هني بدون يعلم بس مخلونة هنقول التاني إنه مخلونة هدك بيقول هدك مخلونة هم قلتك هوا أحزاب مخلونة أو ما بنعرف هي الأحزاب بالنسبة لإنها فشلت عجبهم ما عجبهم النتيجة فشل ما في امكانية انه نرجع ان احنا نعطيهم ولا ثانية ولا ثانية حتى يرجعوا يفرجونا او يبررولنا ليش فشلو في خيارات تانية اعطيت مثل خيارة الكهرباء عنا كتير خيارات بمواضيع تانية ترشيد الادارة العامة ضرورية غير اسبت بس ترشيد فعالية الادارة العامة بتروح التتعمل المعاملة روح وتعها وتعها وروح خدها الورقة باحدة الادارات باحدة الادارات مرة اضطرات مضي ورقة فوق 30 موظف وفيه موظف واحد مرأت لعنده خمس مرات مضيها المعاملة خمس مرات بس اديه صعب هالاصلاح حتى لو هيدا اصلاح سهل جدا لانه اليوم المستفيدين من من هالوضع موجودين كمان بالادارات مية بالمية مش حيني مواجهة الفساد نحنا اللي عم نعمله ثورة يمكن هني مش من تبهين هلا بيقلك بردية الناس ما فيه كون تنزلوا الاخرية ما لاش خلوني يفكروا بهذه الطريقة اديه بدا تاخد وقت يعني برأيك نحنا الاد ما بدا اد ما بدا ياخد التغيير وقت نحنا نحنا معه هل بقى الناس بتحمل يعني بعدها اه اكيد الناس بتحمل اكيد لانه بدي اقلك شغلي الناس ما بتحمل الوجع يلي هو ماشي فيه وهيدا الوجع لانه ما ماشي فيه مش قادرة تحمله راح تحمل الوقت الوجع ما بينحمل بس الوقت مجبورين فيه يعني اذا اليوم الواحد مريض وبدو دواء على سنتين ورجع التبين بدو دواء على اربع سنين او بدو دواء مدى الحياة بيوقف ياخد دواء الوجع موجود الوجع غير محمول انه الوجع تبعك عم بيزيد بالعكس بتزيد دوز العلاج بتنزل على ارض الناس اللي مفكرين انه هنيوا ببيوتهم بعدو موجود ستنا اذا كان الناس مفكرة انه هي قاعدة ببيوتها راح تنحل المشكلة غلطانين فبالناس نزلوا الناس باول شهر شهران نزلوا الناس يعني مش بس اللي عم بينسؤل التحرك اه لاش هلأ ما عم بينزلوا برجع بقلك لانه وجع الناس هو اللي بيطلعون هو بينزلون اذا حسوا الناس تبالا مش حسين الناس بيوجع اليوم لما بيش عم بيقبضوا مصرياتهم بلا لما خفنين على ودائعهم مش معروف شو مصيرة لما في كتير ناس معاشاتهم انخفضت في ناس بيفكروا او خسرت من معاشاتها بفرق الليلة وفي ناس خسروا وظاقفهم تبا هذا وجع اكبر بكتير من وقت العمل الواتساب بدو يزيد بعد ولا في شيء في لحظة معينة بكل لحظة بكل شغلة بيجي فيها شرارة يعني مثلا برجع بيلك من هلو عمل لك زيادة التفعاء هي شرارة زيادة سعر البنزين هو شرارة مبارح مبارح الرغيف كان شرارة زمطوا عشوار بس مش حالهم ايه مش حالهم بس انه يعني هايدي الشرارة شرارة انه في ناس هني بفكروا تجديد الثورة انا بعتبر انه هيدا اقاع الثورة اقاع طبيعي بده يطلع بده ينزل في مطارح بيزيد في مطارح بينقص لكن ما بقى في شي رح يرجع مثل ما كان بالاول بموضوع قصة انه هني بيعملوا عقود من دون ما ترجع تكون بدون مرقبة ما بقى فيه طريقة السرقة اللي كانت مستمرة على مدة 30 سنة انها تكمل بذات الطريقة هيدا الناس بلش تلاحظ انه هاي شي ما بقى يصير هلا اللي عم بيصير ويالي احنا بعدنا عاجزين انه نحلو هي اللي عاجزين انه نحلو هي انه نسترد اموال الناس يلي هني خاصة بالبنوكي نعم موضوع المصارف موضوع المصارف بس هيدا الضغط رح يكمل ورح يزيد على المصارف ما يفعل انه فكرة اذا لحنا عمنا بالبات يعني اليوم مصريات الناس بالمصارف مش معروف شو مصيرة اكيد انه وما فيهم اليوم المصارف بيوضعون انه يعطوا يعني الناس مصرياتهم يعني يعني شو عم نقولون للناس شو العمل شو عم نقولون نحنا شو عم نقولون للناس يعني فيه شي قرار مالي معين بده يتخذ عم نقول شو هو بده فيه مصاري موجودة برا بده ترجع لهون هادي اول شغلة هاي بتحل المشكلة ما هي مبلشة قبل ما يطلعوا المصريات كمان فيه قصم من الاموال يلي تجمدت برا او استصمرت يمكن بمطارح بغير محلة لازم ترجع وتتسيل بلبنان ترجع سيولي حتى الناس ترجع هاي دي تحل شوية مشكلة المصارف بتحل شوية مشكلة المصارف وبعدين بدنا نروح صوب درائب بتوجع للكبار المودعين خليني اعطيكي مثل خليني اعطيكي مثل عملي ستنا اتفضل معلوماتي برجعبول انا ماني خبير مالي انه سنة اتنين وتسعين اللي كان البونك اللي كان بيرسماله عنده مئة دولار مئة دولار اليوم تحول رسماله الى ثلاث تلاف وخمسمية دولار مقابل كل مئة دولار اذا كان هاي الارقام دقيقة برجعبول على زمة اللي احنا عم نسمعه معناته اليوم مش مظبوط انه البنوكي بتخسر اذا دفعت قسم من الاموال الناس مش مظبوط اذا هاي المية بدل ما تكون ثلاث تلاف وخمسمية نزلناها للألف الف وخمسة والألفان ما فينا نعتبر الالفان هاو دي خسارة على البنوكي فينا نعتبر انه الربح كان بدل ما يطلع برأس المال من مية الى ثلاث تلاف خمسمية طلع من مية الى الف او الى الف وخمسمية ساعتها هيدا الفائد هالفرق هيدا ما بيكون خسارة على البنك مثل ما هني هلا حاسبينا هني مش بلانين يعني انه هني يكون تعارفي ستنا هني مفكرين هني مفكرين هلأ ما في خطة بعض واضحة في كتير افكار عم تنترح بموضوع الموضوع بس رح قلك المشكلة وين بعد وللأسف رح يجي وقت يصير فيه جرف يعني رح ينجرفه هلأ هني مفكرين انه الناس يعني هي المصارف مسؤولة او الدولة المسؤولة اتنينتهم اتنينتهم طبعا الدولة المسؤولة بالأساس الطبق السياسي هي المسؤولة بالأساس المصارف هي شريك بهيدا بالجرائم الكبيرة ما فينا اليوم نعتبر استفادت يعني وحققت ارباح ارباح خيالية عبرش عبقول هيدا رؤوسة رؤوس الاموال قداش كان رؤوس اموال المصارف قداش صارت رؤوس اموال المصارف اليوم وما يجي يقولوا انه هاي رؤوس اموال يعني معناتها مش مربح يعني ما يتزاكوا علينا بالموضوع المالي انه اه نحنا مربحنا هيدا ما حطيناهم بجيبنا عملناهم الرسمال هاي دي طريقة التزاكي على الناس استغباء الناس ما بقى يقطع ما بقى يقطع بعدين واجع الناس ما يفكروا وهون من اخطاء اهل السلطة واخطاء اصحاب المصارف يفكروا انه السفيني رح تغلق بالناس وهني رح يدلوا نفيشين لا هني هربوا اموالهم لا 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 بس هني شخصيا بينطالوا وين ما كان بالعالم وين ما كان بالعالم ما يفكروا انه رح يزمتوا من هيدا الموضوع وين ما كان بالعالم فيه ثوابق يعني انا برجع بقلك هني مستقلين يعني فيه ثوابق مقادات ناس هرب اموالهم لبرة ما بعرف وين صارت اموالهم يعني حولوا باشكال واشكال متل ما قلنا لهم ستنا متل ما قلنا لهم انه يعني اليوم بليونان مثلا اخدوا كتير اجراءات قاسية اه بس بليونان ودرايب وحسموا الفوائد وفوق هيدا وكله باليونان حتى قدروا قلعا سجد فيه اشيقاسي على العالم باليونان الاتحاد الاوروبي ضخ مئات مليارات الدولارات مش خمسة وعشرة مثل ما نحنا عام نطالب هنيك ضخوا مئات مئات مليارات الدولارات هني فيه استعداد لدول تساعدنا يعني اليوم ازا من هم بيجيبو مليارات وعشرات مليارات الدولارات هن بأحسن الأحوال بأحسن الأحوال قدرين يجيبوا 5 مليار دولار بيدفعوا بس فويد السنة يعني نحن عنا حسب معلوماتي برجع بقول الاقتصاديين والماليين في صلقولنا إنه قبل تموز عنا 4.8 مليار دولار بدأت تندفع وعنا برنصتنا سنت جاء متلى سنت جاء عنا استحقاق متله طيب يخيل إيت ناس سنة ودفعوا لكيهم سنت جاء شو بتعمل شو بتعمل بلك عم يلعبوا على الوقت يعني شو بيشير بهالوقت بيكون طلع البترول وبعليه وعملنا مصاري أو بنرهن البترول بيطلع عنا بيحكوا وحزب الله بيحكي إنه هو موضوع سياسي ضغط أمريكي على حزب الله بالنهاية عبر الموضوع الاقتصادي يمكن بيراهنوا إنه حزب الله معه خبر أو ما معه خبر حزب الله معه خبر أو ما معه خبر بالأموال اللي طلعت لبرة سمح هو عنده وزراء بالحكومة عم يحكوا عنهم عم يحكوا عنهم عم يحكوا عنهم لا ما فيون يطالبوا هني ما فيون يطالبوا هني مجبورين وملزمين بالعمل نحن من طالب نحن شعب من طالب وأتبكون أنا بالمسؤولية أو أنا بستقيل إذا ما بيطلع بيدي أو برجع مثل ما نحن عم نطالب إذا أنتوا ما فيكن خلونا نعيد إنتاج السلطة وتجي سلطة فيها يعني نروح صحب انتخابات نيابي مبكرة وتجي سلطة فيها يا فيكن يا ما فيكن ما تجوا تقولوه لنا انه انتو فيكن وانتو بتمثلوا وانتو كذا بس ما بتكون تحلوها ما فيوني يتعطوا مع الناس هيك نحن مأخذنا على حزب الله انواقف عم يتفرج وقت اللي بيطلعوا بيقولولنا مثلا انه الفاسد هو مثل العميل وبيرجعوا بيصروا بدنا نجي بالفاسد الفلاني دعم الوزير والفاسد الفلاني والاخري والجهات الفاسد بدنا نتشارك نحن ويها وهي ضرورية وبدنا اجماع وطني حكومة نفاق وطني متل ما هني بيسموها متل ما هني بيسموها واخر الشي فشلوا بيضغط بين الشارع وصلوا يلي هني بيعتبرين انه كأنه هني ربعون نجميل يعني انه ما قدروا يجيبهم يعني صحيح جيبوا وجوه ما قدروا يجيبوا يعني الشخصيات المنتمية الى الحزب ما قدروا يعني جيبوا هاي دي واحدة من انتجي هاي دي واحدة من نجاحات السورة واحدة من نجاحات السورة مش مستقلة ان احنا عنا مشكلة بالقرار السياسي يعني الشخص هو منه منتمي عنا مشكلة بالقرار السياسي عنا مشكلة بالأداء السياسي يعني من هو الشخص يلي بدو يجيب مصريات البنك يلي صديق للطبق السياسي اللي جابته طيب هي المشكلة بالعمق أكيد اقتصادية لأنه وصلنا هدر عملناها اقتصادية هي المشكلة السياسية بشكلة سياسية اليوم اسمها الصراعي يعني الإيراني الأمريكي واللي بيترجم بلبنان عبر حزب الله حزب الله ما بدو يتخلى عن الامساك بالسلطة لأنه في أمور كتير تفلت من إيده تحت الستار الاقتصادي صحيح؟ لا مش صحيح هيدا جزء هيدا جزء نحنا ما فينا نهرب مشاكلنا الداخلية فسادنا الداخلة ونعملوا شماعة ساعة أمريكا ساعة إسرائيل ساعة حتى على حزب الله ما فينا نروح هيك ما بنعمل شماعة نحنا عنا فساد داخلة هيدا عشناه وهيدا إنتاج أهل السلطة هيدا أداء أهل السلطة وصل البلد لهون بمعزل يلي هو نحنا مش ناكرين إنه فيه ضغطات إقليمية مش ناكرين إنه فيه ضغطات أمريكية مش ناكرين إنه فيه اعتداءات إسرائيلية هيدا كله موجود بس إذا كان فيه اعتداء إسرائيلي علينا بصير أنا أحرامي بصير أنا أسرق خي كيف هذا الحكي يعني؟ هيدا بيبرر هيدا ولا بالعكس إذا فيه اعتداء إسرائيلي مضطر أنا كون بحالة تضامن مع خي حتى نكون بشففية مطلقة لحتى نقدر نقاوم قد ما فينا يعني مش بيقسم انه في اعتداء اسرائيلي او في ضغط امريكي علينا نحن بدنا نبرر ليش ما بدنا نحارب الفساد او ليش بدنا نحكي بالفساد حكي وبس نروح صوب الاجراءات ما بنعمل شي انه حزب الله اليوم كاوة نافذة كان فيه يعني وقف هالموضوع الفساد بمرحلة معينة حتى هلأ حزب الله قاعد عم يتفرج لانه هو عم يخسر من موضوع الفساد عم يخسر هو شخصيا بس ما عم بقلك انتبه عم بيتفرج مش عم بقلك انه عم يستفيد دايما يعني انه ازا ازا مفكر حزب الله انه بس بمجرد انك انت طلعت حكيت بمجلس النواب وانه نحنا طب ياخي هاو القضاء اللي انت عينتن وراح سمي مسلا انه الاستاذ حسن فضل الله حكي عدة مرات بمواضيع الفساد ونحنا من ايده باللي حكي بس ما بيقدر ييجي يطلع يتشك يقول نحنا جربنا والقضاء ما مشي لحديت اليوم بعد ما طلعت اخر تشكيل القضائية لحديت اليوم التشكيلات القضائية هي سياسية وانتو شركة بهيض التشكيلات القضائية هاي القضاءات اللي اجت مطارحها ومنفزت اللي لازم تعملو هي بسببكن انتو لانكن انتو جبتوها بهيض المطارح وانتو وزعتوها وقصمتوها بدكن متواخزيني القاضي الشيعي انتو جيبوه والقاضي المسيحي يجيبو الرئيس عون والقاضي السني يجيبو الرئيس الحريري وبالاخر هيدا ما فيه حاسب هداكة ومنصير نتشك عنه جديد انه عطلنا بعضنا وما خلونا مندقل من السياسي الى القضاء ما خلونا نحنا جربنا بس ما خلونا ما بيقدروا يتزرع لحزب الله ولا غيروا بهيض يوم فيه تشكيلات قضائية مفروض تنعمل يعني نقمل فيها خير لانه كتير عامين حكى انه لازم تنقية القضاء اللي هو اهم ركيزة بمحاربة الفساد اول شغلة اكيد اكيد نحنا هيدا متفقين عليها لكن هون في عنا كتير مخاوف اول شغلة بدنا الاوانين اللي تطلع عن ذات مجلس النوابه شو منعمل يعني هو حميها حراميها وهو الخصم والحكمه شو منعمل يعني نحنا بالثورة ما عم نعمل انقلاب عسكري نحنا عم نجرب نغير من داخل الدستور اللبناني نعم كل اللي عم نطالبه هو من داخل الدستور اللبناني بيقدروا يعيبوا علينا عملتوا كذا سبيتوا فلان حكيتوا فلان لبدك ياه لكن التغيير اللي نحنا عم نطالب فيه هو من داخل الدستور اللبناني وهني هيدا هيدا المستقويين فيه علينا انه يارفين انه نحنا ما في عنا عنف ما في عنف بالثورة ما في عنف ابدا هلأ إذا بدك بعد شوية صغيرة نحكي بهذا الموضوع يعني في بعض الاتهامات خيالية يعني بتفكري حالك إنه كأنه والله نحن عحاملين بوريد بالشارع وعمل قوص وهذا كله مش مزبوط يعني بآخر من المراحل صار فيه شوية تكسير إطلاقاً ما صار فيه تكسير هلأ بدك منحكي فيها منحكي منحكي بالأرقام لأنه هاي دي كمان فيه إشياء خرش تلفزيونات يعني مثلاً بتشوفي أنت المي هاكي رشاشات المي بتفكري أنت إنه آه خربية الدنيا بدون منعدلهم الخمس محلات اللي تكسروا خمس محلات تكسرت من أول السورة لها إذا بيحبوا يقارنونها ما بدون يقارنونها بالعراق ما بدون يقارنونها باليمن ما بدون يقارنونها بهالدول يقارنونها بالفرنساوية يا عمي يقارنونها بالسترات الصفر يلي بفرنسا منفرجيون كم ألف محل تكسر أو انحرق كم ألف مطعم تكسر أو انحرق كم ألف سيارة تكسرت أو انحرقت كم ميتة عسكري انصاب اصابات خطيرة نحنا وبالمقابل كم مواطن بفرنسا راحت عينه كم مواطن بفرنسا انصاب بالمطاط كم مواطن لا هونيك قليلة كتير بالمقابل نحنا اصاباتنا كتير كبيرة يعني نحنا في حالة عنف شو تكسر كم حاجة مكسرين الشعب سادقون 30 سنة مستكترين عليه انه ابعب لطا طبعا 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 في موقفين ونحنا هذا الموضوع رافضينه بعدين يقولون انه قلبن على الحجر بس قلبن مش على البشر يعني برأيك هالسلطة اليوم عم تقمع الحكومة الجديدة نحنا كل هايدي الحكومة معتبرينا باساسة غلط باساسة غلط يعني ما هايدي قصة انه بيقمع وما بيقمع ومش نحنا بالنسبة لانه مش هيدا مش هيدا المهم نحنا حنواجه للاخر بهيد الحكومة بغير هيد الحكومة بيرجع الرئيس سعد الحريري ما بيرجع الرئيس سعد الحريري نحنا ما عنا مشكلة مع الاشخاص منتو من نحنا عنا مشكلة مع اداء هاي الطبقة السياسية اذا رجع ذات الاداء راح نكون مختلفين معه مين ما اجا رئيس حكومة نحنا في عنا طريقة اداء سياسي استمرت لحد ديت هلا بتحرك السلمي هايك التحرك السلمي قداش بينفع هوني هوني صار فيه نقشات كتير انه اوكي بتجمع وقد ما بتكون وقعدوا بالطريق وحدا بيسأل نحنا نحنا مصرين انه نكمل سلميا مصرين هيدا هيدا عنا اصرار نحنا للاخير انه بدنا نكمل سلميا ما بدنا دم ما بدنا سلاح نحنا رفضين وقت بقولوا لنا انه ايه ممكن تصير حرب قليم اكيد مش نحنا ازا صار حرب قليمية اكيد مش نحنا لان دائما بنشغل على الموضوع الطائفي بس تصير فيه اشياء بالشارع انا بدي إليك نشوف مجموعة بتتدخل وبتعمل اكتر شي زعجهم بهايدي السورة هو العالم اللبناني اكتر شي كان مزعج لقلهم هو العالم اللبناني ما فتنا بعلان طائفية بس مننا نحنا جايين انا شخصيا ابني كنيسة 40 سنة مسؤول عندي مسؤوليات كنسية عندي اصدقائي دروز وسنة وشيعة وكل الطلايف من كل المناطق بجتمع انه وياهم عندي ساقة فيهم بكرة بتشوف كل واحد بيرجع ورا طايفته فيكن تفكروا هيك فيه ناس ما بقى تفكر هيك فيه ناس ما بتفكر هيك بس فيه فئات بتفكر هيك انا ما عم نقول لا شوفنا يعني شوفنا ما شاهد ما عم نقول لا شوفي انا مرات برتاح بس يجي قولولنا انه لايكم اتعدى عليكم فلان الحزب اللي فلان اتعدى عليكم عارفت كيف انا بهذا الموضوع مرات بيريحني انه يخيشلوه عن ظهرنا ما تحسبوه علينا عارفت كيف انه فيه مرات بيحسبولنا هيدا الحزب انه ركب امواج السورة نزلوا عن ظهر امواج السورة شوي صغيرة وخلونا نحن مكملين كلهم يعني كلهم عجبهم او ما عجبهم كلهم يعني كلهم طيب اليوم يعني من احد اهم هلأ فيه تظاهرة امام مقار البانك الدولي كمان ببيروت يعني عطول عم بضال فيه هيك تحركات متنقلة اليوم من اهم مطالب الثورة هي الانتخابات النيابية المبكرة نعم اليوم اذا صارت انتخابات مبكرة اليوم هلأ باي قانون ان كان اه شو بتعتقد بتكون النتيجة او يعني اهمية الانون هي كمان اول شي شو ما كانت النتيجة بتكون اخسارة لأهل السلطة هيدا هيدا بالنسبة اللي قلنا اساسي رح بيكون اخسارة هلا قديش حجم الاخسارة اي قديش حجم الاخسارة ما بعرف ولا هيدا عم نشتغله يعني ما عم نشتغل نحنا انه عطونا عطونا حصة من هم لا بس لانه بدكون انتخابات لابتتغير السلطة طبعا 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 نحنا بدنا نغير السلطة عم نحضر برامج تلكون سلطة بديلة نحنا منا مش انه بدنا نتركوا المطرح مهنة انا قلت باحدة المقابلات كمان انه نحنا مش انه ما بدنا نشارك بالسلطة بدنا الحكومة كلها هلأ هني بقول اه انتو لاش قداش حجمكم مين مفاكني حالكم نحنا عم نقول لهم في سلطة وفي معارضة بكل الدول بسلطة معارضة في معارضة واحدة اليوم هي معارضة الشعب اما كل يلي بالسلطة هني سلطة واحدة كل يلي يعني ما تيخزيني ما فيه موالات ومعارضة هني موالات ومعارضة ضمن الموالات هل انتخابات يعني مبكرة اليوم لصالح الانتفاضة او بنا نفكر فيها لانه بسلا اذا رجعت بنسبة معينة الاحزاب بقولوا خلاص رجعوا عطيونا تجديد وكالة صحتان عقلبون نحنا بدنا يصير في انتخابات نيامية مبكرة ما بدنا نفوت هيدا حسابات الربح والاخسارة هيدا عليهم هني عندهم المطلوب الانتخابات للتغيير تغيير طبعا نحنا فيه نفس بالشارع اليوم هيدا النفس خلي الناس تعكس بالسندوق كداش حجمه يعني بيقولك انه كداش بتاخده عشر نواب عشرين نيب ثلاثين نيب خمسة ما بدنا نفوت نحنا بهالقدي ما عنا حسابات نحنا كداش يعني مثل ما هني بيحسبوها بيطلع لي هالقدي بيطلع لك هالقدي هيدا النفس الطريقة المحاصصتية اللي بيشتغلوا فيها مش هيك نحنا هم نشتغل نحنا بدنا نغير مشوف عالطريق ادياش حجم التغيير بنقدر نوصله نحنا مستمرين نحنا رح نعمل خطواتنا احسن شي فينا نعمله مرات عنا اخطاءنا مرات فيه اشياء ما فينا نوصلها مرات فيه مشكلنا على ذات الموجة فيه اشياء مشكلنا على ذات الفكرة ايه صحيح ولكن نحنا رح نعمل اكتر شي فينا حتى نقدر نغير شوي شوي بس اللي اكيد يمكن برجع بقول فيه ناس شو صار لحد هلأ برجع بقلك الطبقة السياسية مش هي ذاتة اليوم يلي هي بالحكم الوجوه السياسية تغير تتغير قصم كبير مننا اليوم الاداء السياسي اضطر انه قصم منه بل احنا بعدنا بعيد كتير على اللي بدنا اياه بس برجع بقول صار فيه رقابة مباشرة من الناس على العمل السياسي يعني از ما نعمل هيك مثل جردي بللي تحقق اللي عم تحكي فيه حضرتك هلأ نعم انه شو حققت شو حققت الثورة لحد هلأ هلأ ملاحظي اليوم انه ما بقى فيهم يعملوا كونتريات متل ما كانوا يعملوا بالأول ما بقى فيهم يعملوا يعني مش قادرين يعملوا اليوم عقد ويزبطوا حالهم فيه ما فيهم لا هلأ اليوم ما بقى فيهم يعني هلأ هيدا الموضوع بالنسبة لقالهم صار صعب كتير ما فيهم ما بقى فيهم يجوا اليوم بس اني موقفين كل شي بس ما بقى فيهم مرقلي تمرقلك متل ما كانت بالحكومة الماضية ما بقى فيه مننا اليوم ما بقى فيه مرقلة بعضون ولا مباشر ولا غير مباشر هلأ نحن في عنا مشاكل تانية اللي عم نحكي فيها قصة المصارف وغيرها لكن قصم من الأداء اليوم اجبرناهم انه يغيروا فيه قصم منه نحن بعد مش كافي بالنسبة لقالنا ابدا لكن نحن قصم من الأداء على القليلة بمواضيع الإدارة العامة وبمواضيع العقود وهيدا الموضوع هيدا رح يتغير ونحن رح نزيدها يعني رح نروح نحن هلأ رح نصعد بالمرحلة اللي جاية باتجاه التغيير خليني سميها هيك بفتورة بالفتورة الميلية تبع الناس رح نشتغل على هيدا الموضوع كيف يعني مش رح نقول بالتفاصيل بس رح نروح صوب تخفيض الفواتير الميلية تبع الناس ما حنقبل بقى الناس تدفع ماء مرتين ثلاثة كهرباء مرتين ثلاثة تليفون يعملوا فينا اللي عم بيعملوا فينا بيقطعوا لنا خطنا الخمسة دولار هذا شغل شغل كتير صعب يعني أداب معنا وقت معنا وقت الناس موجوعة كل شغلة منقدر نسجلها مش كل المعارك منربحها بالضرب القاضي طيب كيف بصير التنسيق بين الكل هلا نحن بحالات تنظيمية كتير وهذا الموضوع مش سهل ننتجوا صور لأنه يعني متوزعة على كل المناطق اللبنانية هاي دي نقطة قوة هاي نقطة قوة مش اللي هيك عام نقوله نعملوا انتخابات كيف بتم التنسيق لحتى كلها التحرك يعملوا انتخابات ستنا كلها التحركات وكلها القضايا في كتير مجموعة يعني مسلا نشوف يعني مجموعات محامين بلاحقوا قضايا قانونية مجموعات مسلا جلسة اللاسقة جلسة اللاسقة صار فيها عدة عدة اجتماعات تنسيق عدة مش واحد منشان يعني التحرك على الارض منشان التحرك على الارض صار فيها عدة اجتماعات كذا اجتماع مش اجتماع مش مجموعة وحدة نسا قد كل شي كان فيها عدة مجموعات واخر شي شوي بالتواتر شوي بالتنسيق بين بعضها عرفت كل المجموعات وين بدا تكون وقدرنا نعمل شي مزهل يعني يمكن الناس بقولك اه بس بس اخدوا الثقة اه بس كانوا نيمين تحت يعني ما علاه انه نحنا مش حافينا نحنا عارفين حجم التحرك تبعنا بس عرفوا هني كيف كيف اذا بدون يوصلوا ما بدي استعمل كلمات اسي هون بس يعني الطريقة هايدي مش طريقة كتير مشرفة لقلهم فوتتهم على المجلس بالطريقة اللي فاتوا فيها وبالاسلوب يلي تواجهوا فيه من الناس وكيف الناس منعتهم انه يوصلوا وكيف هني تزيكوا كتير انه تخيلي انت نيب بالمجلس فيت هريبة فيت هريبة نزل عسكر اكتر ما نزل ضد داعش ضد الناس اللي ما معها غير غير ايديا وورود والاخرية لانه حتى اذا فيش واحد ما رأله بحصة الحواجز شيلتها فاذا واصل الناس ما معها شي بيدها غير ايمانها وصلت بايمانها تقدر تفرجيهم لاخر تكة ومنعرف انه حتى الجلسة هي غير دستورية يعني بداية غير دستورية بعدين يقولوا اللي بدونيها هي مشكلة حول النصاب صحيح لا طبعا طبعا هيدا شي معروف يعني مش هنرجع نعيده ما كان مكتمل النصاب بس اللي بدونيها هاي بالشكل حتى بدي قليك مش كتير مهم لانه هو بالشكل المهم فرجتن الناس انه لا ثقة انت خسران سيئة الناس هلا بيلك انت ما بتمثل كل الناس نحنا لا ندعي تمثيل كل الناس مين قال انه نحنا عم ندعي تمثيل كل الناس انتوا بتعرفوا اداش نحنا منمثل لانه مشكلتن عم يترحوا كل واحد قانون لانه الانتخابات النيابية رح تنزل رح تنزل احجامهم رح تنزل احجامهم كلهم هني بيعرفوا انا ما بعرف بيقديش يعني خلي اللي عم يعملوا الدراسات بعدين بدي قليك شغلي هاي قصة الاحصاءات انا بعرفها يعني انا عامل دراسات سياسية عليا برا وبعرف انه هاي الاحصاءات اخر دقيقة بتعطيك بيكون فلان ربحان بيطلع غيره ربحان يعني هادي الاحصاءات يلي احدهم بيقلي احد الاحزاب السلطة الاساسية بيقلي ايه استيه سامير بس نحنا عملنا استطلاعاتنا لقينا انه نحنا منجيب زيت عدد النواب او اكتر انه له طيب مبروك عليك تفضل فرجينا تفضل تحبتك استطلاعات موضوعية ما بدنا استطلاعات يا خي ما هو الانتخاب ورباح اذا انت نفكر حالك فيك تربح حال قد وكذا من شو خيفين نحنا انت رجع جدد شرعيتك جدد شرعيتك خد الشرعية الشعبية كذبنا يا خي البحر يكذب الغطصين نزال فرجينا انت بيقلك انا مني مجبور من انتو عم تستفزونا نحنا يا خي يا نحنا حدا يا هالثورة حدا يا مش حدا اذا نحنا ما حدا ما تعقلوا عقلكون علينا وتركونوا نعمل اللي بدنا ما تمصفونا انه نحنا فينا نغير سعب يقولولنا انه نحنا فينا نهدم البلد ونغير ونشير والآله الخريه وكذا ومدرشوه بيكبرولنا حجمنا كتير وهذا مش صحيح وسعب يصغرولنا حجمنا انه نحنا ما حدا وبالاخر هنا فيه يكملوا من دوننا وهذا مش صحيح فيه انتو بدكن تعرفوا الأحجام اذا هيدا انتو بدكن يعني احنا مش هيدا نعملكون احنا بدنا اعادة انتاج سلطة لتكون سلطة فاعلي بس اذا انتو بهمتكن قصة العجام روحوا على انتخابات نية نعم استاذ سامير ريزكاف نحنا وقتنا خلص بس حبي اخد منك كلمة اخيرة شو بتتوقع على الاشهر المقبلة للأسف ما اني متوقع الا اشياء سودة ما في ولا شي بيبشر من العمل الحكومي وهيدي السلطة الا بامور سودوية رايحين صوب امور دراماتيكية بدي يخوف الناس كمان برجع بقول ما بدي يخوف الناس بس حدا يقلنا حدا يعطينا يفرجينا شي مطرح من وين بد يجي الخير على وجه هايدي على وجه هايدي السلطة نحنا ما في غير انه اعادة انتاج السلطة نرجع نحط البلد على السكة المزبوطة هو يلي بيطلع البلد من المشكلة المشكلة السياسية من نتائجها المشاكل الميلية من حلقة المشكلة السياسية من روح صوب حلول ميلية بدى الحلول الميلية توجع الاغنياء وليس الفقراء اي مس اي مس بحقوق الفقراء رح يرجع يولع لهم الثورة متل ما شفوها بالأول نعم انا بدي اشكرك السمير سكاف وانا بدي اشكرك اشكر المستمعين ويعزرونا اذا كنا اعطيناهم هايدي الصورة بس هني كلهم عايشينا والناس برجع بقول عم تحرق حالة او تموت كرمية المنفوش احكينا نحنا بوجع العالم يعني واللي كانوا عم بطالبوا فيه من أربعة الشهور انا بدي اشكرك اهلا وسهلا فيك بصوت لبنان بدي اشكر زميلي جوزافي كريم على التنفيذ كانت معكم الان الزغايب عيسى جديد سعيد ابي عقل علقنا وقعنا بالغرام كلمات والحان سعيد ابي عقل توزيع وتسجيل ستوديو جوزاف كلاب